موسيقى بالنسبة للمخطوطات في مبدأ أنه على قدر ما تعود المخطوطة في الزمن إلى الحدث الذي حدث على قدر ما تكون المخطوطة سليمة أو بمعنى صح مسجلة تسجيل مضبوط للأحداث فنلاقي مثلا بردية ناش دي كانت في القرن التاني الميلادي في مخطوطات الترجمة اليونانية دي ترجع حوالي 100 سنة قبل الميلاد هتكلم عن بعض المخطوطات دي مخطوطات العهد القديم مخطوطات العهد الجديدة هتكلم عن نوعين من المخطوطات مخطوطات اسمها المخطوطات البردية اللي مكتوبة على ورق بردي ومخطوطات اسمها المخطوطات البوصية وانتبه معايا عزيزي المشاهد على كمية المخطوطات اللي هنحكي عنها الآن مخطوطة جون رايلاند دي سنة مية خمسة وتكتبت سنة مية خمسة وعشرين ميلاديا ودي فيها إنجيل يوحنى وإحنا عارفين إنجيل يوحنى كتب ما بين سنة تمانين لمية ميلاديا وقت ما كتبت هذه المخطوطة كانوا تلميذ يوحنى الرسول ماذا له عايشين على قيد الحياة وأروا هذه المخطوطة بولي كاربوس تلميذ يوحنى تمام مخطوطة تانية بتاعت واحد اسمه بودمير بودمير كتبها سنة مية خمسة ميلاديا بالمناسبة كنت في بلد أوروبية في جينيف أو جينيفا وكنت بحكي مع مجموعة من الناس عن المخطوطات ووحدة أخت فاضلة هناك وإحنا بنتكلم يمكن تشوف البرنامج وإحنا بنحكي دلوقتي راح تقالتلي على فكرة مخطوطة بودمير موجودة هنا فقالتلها موجودة هنا فين قلتلي موجودة في المتحف اللي ورانا هنا هو فين قلتلي هنا في جينيف بعد ساعة تقريبا أنا كنت هناك في المتحف بشوف المخطوطة اللي كتبت سنة مية وخمسين ميلاديا قريبة خالص خالص من تاريخ الحدث بعدين في مخطوطة تشيسر بيتي سنة ميتين وعشرين ميلاديا ومخطوطة إنجيل متا على فكرة لقيوها في اللقسور سنة ستين ميلاديا وكتبت عنها جرائد المصرية وقت ميلاقيوها وإحنا عارفين إنجيل متا تقريبا كتب في تقريبا حوالي سنة 45 ميلاديا يعني في خلال 15 سنة كانت المخطوطة وصلت لأسر في مصر شيء عظيم شيء عظيم الله يعرف يحفظ كلمات كلمته فعلا